نعود إلى مدينة الوذيب حيث تتواصل في مدرسة التكوين المهني بالمدينة الدروس النظرية وتطبيقية الهدفة إلى تزويد الطلاب بمهارات فنية تؤهلهم للاندماج في سوق العمل ويتم تقديم دروس النظرية وتطبيقية وفق نظام دراسي يوائم بين التكوين وحاجة سوق العمل المحلي على مستوى ولاته داخل الوذيب مواكبة لمسال انطلاق السنة الدراسية لسنة 2022-2023 تتواصل في مركز التكوين المهني بن وذيبو الدروس النظرية والتطبيقية في هذه المؤسسة الخاصة بالتكوين والتطير على المهن والتي باتت تعرف في البترة الأخيرة إقبالا من الطلاب الراغبين في إكمال مسارهم التعليم باكتساب مهارات ومعارف ميدانية تتماشى مع السوق المحلي وإلى جانب الدروس النظرية التي تقدم في الفصول باغتنام توفر الوسائل الحديثة المساعدة على ذلك يتوفر المركز أيضا على ورش ذات اختصاصات وخلفيات متعددة هذه السنة بدأناها في الوقت مناسب وبدأناها في يوم الثلاثة أكتوبر والتلام يدقلوا ويقرعوا والسنة المولي مطابقينة زي مدسيموا واحد كيشفتوا منتوما دخلتموا لأقصام كاملين والحمد لله زي مدسيموا واحد كيشفتوا الحمد لله عندنا مولي من سنة الماضية والكاية السنة بدأنا تكوين بتناوب معنا بتدريب معنا عندنا راكت التلاميذ جل منه ذاك في زويرات يعدون التطبيق يجبهم مولي حد أنه عندهم مشعار في المؤسسات وأنه مشعار في المصانع وتنتظم الدروس في مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني بن وذيبو وفق منهج تربوي يرى اكتساب الطلاب بشكل متوازي بين المعارف بشانبها النظري والتطبيقي نحن يدرك عندنا القسم بريميرانيسي أبي بداية يبدأ دركة بداية دروس اليوم بدأنا اليوم بتعريف عام عن الموتير بدأنا نعرفهم برنامجهم كامل بدأنا لهم شرح له وضحنا لهم الشابيتر اللي عندهم كاملين إذن 70% تطبيقي و30% نظرية ورغبة في الحصول على مهارات تمكن من الاتحاق بالشركات الكبرى التي تعمل في ولاية داخلة نواذيبو عبر الطلاب عن سبب اختيارهم لإكمال تعليمهم في جانب التكوين المهني نظرا لملاءمته لمتطلبات سوق العمل جيت هنا لسانتر التكوين المهني نظار المهنة ونعجب منانا إن شاء الله أنا وزملائي كاملين نجب وضع الجاني نظار اخترت تنقس التكوين المهني يعطيني من الشهادة مدة سنتين يكردوني الشراكي مما سني منانا ما يتملي الشاقة العاق بالزمن باقاليانا ومهنة وملي تكوين المهني دارك قابل عليه الناس بما أنه لا ولا أقوبوا أشياءات تلامي دارك مشاء الله قابل عليه والله مشاء الله يبقوا بيلي بما أنه تخرج رقائي دائما يقبل الشراك السنين ومتوا تازياز وذاك دائما عاد تلامي دارك قابل إلى على تكوين المهني مشاء الله وصانتر ومامة الدكوين مشاء الله وصانتر في إمكانيات كاملة بعد شفناهم ومشاء الله وتولي الدولة اهتماما كبيرا بجانب التكوين المهني من خلال توفير البنية التحتية التعليمية وظروف المحفزة على الالتحاق بمعاهد التكوين المهني علمي هذه قناة الموريتانية مدينة وذيبو